انظر بعد اذنك قد لم فتحت الفيديو فكمل الاخر ان شاء الله هتستفيد لو كنت بتصياد قديم او كنت صياد جديد ان شاء الله هتستفاد بإذن الله من الفيديو ده لان انا اعمل لكم فيه وجمع لكم فيه شوات معلومات كويس ان شاء الله هتبره هتنبلت مبلت محمولات في صد الغلة طبعا القاعدة السابتة بتاعتنا هتنبلت ان الدور اللي تحط فيه غلة لازم يدخلوا سمك لازم يدخلوا سمك لما دخلوش سمك يبقى الدور دوت فيه فيه لا وان برضو دور الغلة عامل زياد دكاء محتاج مراعية يعني انت عملت الدور لازم اتراعيه ولذلك احنا منقول دايما ان صيد الغلة بتعوز الناس اللي عندها وقت فراغ زي بحيث ان هما يقعدوا على دورهم يوم واثنين وثلاثة لو ما انتش قادر هتجيب حد يقعد معا يلا خليكم معا بقى ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي شبابنا عاملين ايه يا رب يكون الجميع بخير يا رب والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساءكم لو عندكم مساء كل سنة هم طيبين النهاردة ان شاء الله اول يوم في شهر رمضاء ولكن انا اللقطة ديت كنت انا نصورها من اسبوع بالزبط يعني وانا النهاردة باذن الله جماعة اخر فيديو تعليم لسنة الفين وعشرين هنتكلم عن دور الغلة جال يا جماعة انا تعليق في صورة كده انا خدته سكرينشوت اللي هو التعليق ده الناس متخيلة ان صيادين اليوتيوب هم بس اللي بيغضوا سمك كبير وبرضو كان معايا في الفيديو اللي فات الشاب عمر بيقول لي هو ليه السمك اللي احنا بنصطدوه مزاي السمك اللي على اليوتيوب يما احنا لما منيجي بنعمل فيديو على اليوتيوب بنقدم لكم احسن ما عندنا عشان موضوع التسلية عشان نرفعه من معنوياتكو لان هو اللي بيعمل حقيقة عايز يقدم احسن ما عنده فيه فانا لو اخد ميت سمكة هنطلع لك اكبر خمس سمكات هما اللي هنصورهم وندهم لك المفروض ان كل الكنوات بتعمل كده لو حد مختلف معايا انا مش هنجد له كل واحد مسؤول ايه عن نفسه ولكن ده رأيش شخصي وانا ما نقصدش بيه اي حد باختصار شباء انا منختص دلوقتي منجيب حجارة خضرة عليها ريمة عشان المكان اللي انا كنت فيه ده كنت بنرميل وغلى وبنصطد عليها عشوائي فمن كتر ما خد غلى كش في سمك كويس ارتحت للمكاء ولكن السمكة بعد تدخل من علمين من على الشماء فحبتني سب الدور وانا قد لما ارتحت في مكان لازم ننزل له المياه نعمل الدور بيدي انا بفضل الله بقالي تلاتين سنة او مايو عادل تلاتين سنة بنصطد بغلى المكان ده طبعا عشان انا نتفدي مستقبله ان السمك يطلع لي على المراية ويقابل لي مشكلة انا حجرت المكان ده وقت بحجارة تلاتين سنتي بينها وبعدها تلاتين سمكي تلاتين سنتي عمق خمسين خمسين سنتي او ستين سنتي وحطت له حجارة في الوش من ارمي انا غلتي قدام الحجارة اللي هيها في الوش بحس ان ده يبقى معلى في السمك السمك لما يحب يدخلي يدخلي ما بين الايه تلاتين سنتي دول في العمق الخمسين سنتي ده دي تبقى المراية بتاعتي يبانا كده اتفديت مستقبلا سمك تلعلي على المراية هنرشو لكم المراية هيت دلوقتي خليكم معنا شوفوا الدور بعد مرة نرشو المراية ها ان شاء الله بس قبل ما ارشوها عايز نوررلكم الايه الشكل العام بص يا جماعة انا بنبقى قاعد كده وقدام مني زي متشايفين كده بالزبط العود الاخدر ده ده بيحجبني بيحجب قعدتي انا عن الايه عن السمك طبعا المكان ده حجارة في ناس يا ما لا عارفة المراية الغرقانة يعني ايه ولا عارفة دور الحجارة وبتتكلمه خلاص دور الحجارة يا جماعة لما تيجي تعمل دور حجارة لازم مكان مرايتك تكون جايبله حجارة مرايمة لان الحجارة المرايمة بتكون بيئة طبيعية للسمكة هنا هو ده نهاية الدور بعد مطلق زي ما انتو شايفين كده بإذن الله يعني ومشيتو زي ما انتو شايفين حجارة هيات على اليمين وحجارة على الشماء فرق بينهم 30 سنتي وفي هنا بالزبط تحت العود الاخدر ده في حجارة برضو سدر المراية وانا منظف هنا ايه ايه متر ونص اي دور غلى ما بيغص اكتر من كده طب المراية بتاعتنا هنرشوها ازا المراية بتاعتنا ان شاء الله هتنزل هنا كده بالزبط ان شاء الله وبإذن الله انا الحمد لله عمر ما سمكة طلعتلي على المراية عمر دواري ما طلع عليها سمكة في المراية طبعا انا بقالي فترة مدى ما عدتش على الدور فأنا منش عارف الدور ايه ايه ظروفه مين بيلعب فيه مين بيحط له غلى مين 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 فا ايه حنكتفي بالشوية دوق وحننطور شوية لو لقيت الدنيا حلوة معي كل شوية هنجي ايه مسك كوبش قدي دي كده بالزبط كل شوية لو لقيت الدنيا ايه حلوة معي ونحن نجي منزلها هنا بس لديكم معي ان شاء الله ارى النهاردة ان شاء الله اول يمسد على الدوق ولكن والله هو الجو هوا ولكن ايه ربنا المستعان بردو الرزق بتاع ربنا يا عالم الدنيا تحصل معنا فيها ايه طيب دلوقتي تجهيز الغلى اللي احنا رميناها ديت ايه الغلى اللي احنا رميناها دي يا جماعة احنا جيبنا من يبكله غلى بنحطه مريمين في مريمين في وكلامنا طبعا لو انت مش مستعجل هنقول لكم لو مستعجل هتعمل ايه اليومين دول بنغير المية بتاعت الغلى دي كزا بنغيرها عشان اللون هيفتح معي تبيض الغلى دي نفسها بنرش منها مريم وبنطعم بيه كلام ده لما يبق على دورك فيه ناس هتقولك الغلى دي بتجمع شر نحط غلى ناشفة لا انا منحطش غلى ناشفة انا منحط دورة اسفر وغلى ناشفة لما نرميها ونمشي نسيبها بقى ايه نسيبها بقى ايه نسيبها عالفة لل للدور الدورة الاصفر مستوة يا جماعة ان بيدخل عليك بني مستقبلة مع العالفة ويدخل عليك عشاش كويس وان الدورية بتفضل فترة طويلة في المية السمك كله يأكل منها يأكل منها مرة واثنين وثلاثة الدورية نفسه ما بيبلحاش مرة واحدة فالطب عالفة ممتازة جدا للدورة طيب دلوقتي موعيد سيد الغلى امتى موعيد سيد الغلى اي وقت طول السنة على حسب البلد اللي انت فيه بس تكون درجة الحرارة فوق التلاتين فوق التلاتين درجة حرارة الجو فوق التلاتين بالتالي الجو ده مناسب جدا لسيد الغلى لان فيه ناس قاعدة في اراضي صحرة ماينفحش تقوله انت ماينفحش تصطف شهر اربعة وشهر سبعة وشهر ستة درجة حرارة التلاتين ده مناسبة جدا لسيد الغلى تماء طب ده الكلام ده طول السنة ايو طول السنة طب امتى في اليوم حنقولك امتى في اليوم خليك معي بس شباب على البركة شغلة معا الحجم ده كده من على المراية كده طبع الهوى جامد خالص نتعشمين في اللن لو الهوى تحسن الديني حتبقى حسن من كده حجم جميل والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك يعني طبعا بعد سنوكم يا شباب قد لم دخلتم على الفيديو بالله كملوه في الاخر حتى فيه معلومات كويسة خالص ابيض خشم برضو على البركة وقت ابيض حلو برضو كل دي بشار الدور يعني الحمد لله رب العالمين الله كريم طيب الوقتي وانسب معاد نستطبي غلى على مدار الـ 24 ساعة من بعض الفاجر لحد الضه ومن بعض العصر لحد المغرق فيه سيد غلى باللاق ايو طبعا فيه سيد غلى باللاق وبيبقى سمك تقيل جدا كماء والسمك اللي متعرفوش تاخده بالنهار بتاخده بالليل ولكن بتبقى ضعيفة مملة الطعم في الحالة دي سيد الموقف الطعم اللي هو ضد الأرض ايما عشان احنا عندنا في البحيرة من قول على الطعم على ضد الأرض من قول عليه طعم هو سيد الموقف ان برضو الطعم سيد الموقف وسيد الطعوم في المية العزبة زي كده ما قلنا في المية الملحة العقر اللي هو الجنبري سيد الطعوم الدود الأرض سيد الطعوم في المية العزبة يدخل عليه بياضي يدخل عليه أغم يدخل عليه كل حي تمام شباب خليكم معنا لسه الفيديو يميل بإذن الله طب يا عم الرحالة ده بيقولولنا مع بعض كل مكان واحد الطعوم هي معمة بباوزة دور الحالة قصة ان الطعوم انت هتنزل به بالنهار لسه نقول عليه سيدا لتنزل به بالنهار هيدخل عليه الشر مش هيعتقك الشر عشان كده احنا بنستبعد الطعوم بالنهار وبنصطط بغلة ان الشر مش هيقبل على الغلة زي الطعوم ديني مىزة S entraente الغلة وعشان كده من القول صدر غلة في النهار والطعوم إلي الشر مش هيبقى الصدور الغلة لا مش هيبقى الصدور الغلة ولكن عرفت ان المكان بيبقى فيه أكل فلما بتجوع بتاخد لفتة بترجع على المكان دا لما بتلاقي حنش الطعوم ما بتجي ايه دخل عليه وكلة يبقى انت يا حرام الغلقة اللي انت رميتها وجمعتي بها السمك تيه ايه الله قعد اي حد معدي بحلشين الطوع خد لملك السمك اللي هو ايه سمي الله لو قول الله عكبرا يلا ولا ذلك احنا نقول للناس ايه سمي الله لو قول الله عكبرا يلا ما قعدش في الضرب طوع ما عاز تقعد فيه بغلة اقعد فيه بغلة ليه؟ ما قعد بغلة حيرمي زي وزي الغلة والارزابة بتاعت ربنا هن بيادي الله بس طبعا بتكون في وقت انت مش موجود لكن هو انت ترمي ترمي تتنظف الدور وترمي غلة وتعلم يجي هو جاي لمملك السمك تيه هو دوت اللي ايه؟ اللي غلط اللي يبقى الطعمة جماعة ما بيبقص دور الغلة ولكن صد الطعمة بالنهار مش محبوب بسبب كترة الايه؟ كترة الشر خليكم معانا لسه برضو هنجمع معلومات تانية وحنقولها لكم ان شاء الله الفيديو قمبلة اليوتيوب في المعلومات باذن الله دلوقتي ايه اللي بيفشل بقى دور الغلة؟ اكتر حاجة تفشل دور الغلة المتطفلين يعني مثلا انا قاعد وفي شاب ولد قاعد جنب مني حيتجنم السمك اللي انا بنطلعه من رغم ان انا اعطيه له عود هدية بس الولاد اتهبق لك فربنا عافينا اهم حاجة في نجاح الدور ان محدش يقعد عليه غيرك طبعا انت متعودش كل يوم يبا تشوف حد يقعد معاك يبا ايه اللي بيفشل دور الغلة كتر الصيادين عليه من الاخر او يا عم شراي ايه شراي ايه والله الناس اللي بقولك ما اتطلعو الشراي ايه يا جمل طوشا يعني بس برضو شراي ايه الشر طونص الشر طونص الشر ايه برضو يا جماعة اهو الناس الطيبة اللي بقولك تأخذو الشر ليه؟ والله ايه شر لايه جماعة اه ايه يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب السمك ده كله كفافة يا كريم يا رب دايما الميا يا جماعة اللي هي بيبع عليها صرف بتكون غنية بالسمك الكبير فعشان كده يعني قدر المستطاع بالله عليكو بالذات الناس اللي هتاكل السمك اتحروا قدر المستطاع عن الماء اللي انتو بتستادوا فيها قدر المستطاع يعني خليك دايما في الماء اللي هي ايه اللي هي وغدة من النيل مباشرة طرع بقى صغيرة وغدة من طرع كبيرة تفريعة وغدة من تفريعة كده ولكن الماء اللي هي صرف اراضي بس هي ماشية من صرف الاراضي دي بلاشها خالص بعد اذنكم طبعا انا مندي معلومات اللي عايز يعمل بها يعمل واللي مش عايز يعمل وانت برضو استفتي قلبك في اللي انت ايه في اللي انت بتعمله تماء لا دي سمك وغدة وهي ماشية التخنيلي برضو فدايما خليك في الماء اللي هي وغدة من النيل مباشرة وحتى النيل طبعا يعني ربنا احفظنا برضو فيه تلوث وفيه تجاوزات فيه ولكن يعني ايه يعني مش عايزين نزودل المابلطين زى ما بيقولوا يعني بس والله المستعان وربنا ارزق الجميع لحياتي ليكو ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان الشعب المصري باكمله ربنا يتوب عليه من اللي بيحصل ده حاجة اخر لا حول علاقاتي الا بالله المفروض ان احنا بنصطدف مية عزبة والله ده ولا صرف اراضي ولا صرف سحي ولا اي حاجة مية طريقة المحمودية من النير المباشئ من اقدم الميات اللي موجودة في مصر بحاله بس ربنا يتوب علينا من اللي بيحصل ده يا رب يا صلاة النب دي ان شاء الله جماعة اخر سمكة هناخدها انا دلوقتي داخل على الساعة ستة هيت باذن الله هنتوكل على الله نروع دي ان شاء الله نهاية الفيديو مش هنقولك لو عجبك الفيديو يدوس لايك اللي انت عايز تعمله وعمله بس يا رب نكون قدمت لكم حاجة مفيدة وده يا جماعة الرزق اللي ربنا رزقني به على البركة يعني شوات سمك حلوية ييجوا معي غدوة مرتاحة يعني الخنيني بسم الله ما شاء الله برضو أحجامه كويسة والسمك لابت برضو كويس طبعا نضرب عليكم في رمضان في بيبا كان اول يوم في رمضان ملنا لكم يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب رب الله الكريم علينا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته